يا الله وملا قلبك بالأمان كوكب الأرض في زمنا ضيعه فيه المعاني لو تحب تشوف وتسمع صوت بلا له جاي تاني انسى كل هموم حياتك يلا نروح لكوكب تاني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا مرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي ومرحبا بكم مرة أخرى مع كوكب تاني أخوي وحبيبي النهاردة محتاجين نطلع لكوكب الكوكب دو لو قدرنا نتخلق بالخلق اللي فيه بفضل الله سبحانه وتعالى هنضمن ان ربنا سبحانه وتعالى يتقبل من عبادتنا وإن نضمن ان شاء الله ان ربنا يستجيب دعائنا تعالوا نركب سفينة الفضاء يلا بسرعة سبحانا الذي سخر لنا هذا وما كنا له مكرنين وإن إلى ربنا لمنقلبون يلا طلعين في سماء الطعاء الله أكبر بنقرب من عالم الكواكب اللي موجودة بفضل الله سبحانه وتعالى قربنا ودخلنا على كوكب اسمه كوكب الورع كوكب الورع كوكب جميل أو قوي خلق عظيم جدا جدا لا يتخلق به إلا أهل الإيمان والطقوة ربنا يجعلنا وإياكم منهم يا رب العالمين الورع في زمن انتشر فيه الطمع لكن فيه ناس بفضل لهم قليلا لكن موجودين ناس عندهم ورع ناس عندهم فعلا رغبة في الآخرة ناس عندهم زهد شديد جدا في الدنيا بفضل الله سبحانه وتعالى تعالوا بسرعة كده قبل ما الوقت يجري نشوف ونتعرف على سكان الكوكب الجميل دوت علشان نعيش مع الخلق الجميل دوت ونتعلم الخلق الجميل دوت كان أول قصر كان قصر عجيب جدا كان قصر واحد صاحب الجر مين اسمه أو اسمه إيه الراجل ده احنا مش عارفين لكن هو صاحب الجر معروف بكده قصر صاحب الجر ايه صاحب الجر تعالى نتشوف في حديثه من القصة الجميلة اللي قالهنا النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم أخبر في عجالة سليعة كده معنى الحديث إن في رجل اشترى من رجل أرض الكلام ده كان في بني اسرائيل فالرجل اللي اشترى الأرض ده أو الأرض ديت من التاني حصل إيه وهو بعد ما اشترى منه الأرض ابتدى من تاني يوم مباشرة ابتدى أنه هو يعني يحرط في الأرض ويشتغل فيها وقدرا بيضرب بالفاس فجأة لقى شيء صلب كده تحت الفاس بيفحط بالراحة كده أو بيشيل التراب بالراحة أو الطمي بالراحة لا جرة كبيرة حاجة كده زي زلعة كبيرة كده مليانة ذهب فرح واخدها ورح رايح لصاحب الأرض اللي اشتراها منه طب يا عمي انت اشتريت الأرض خلاص والأرض دي أصبحت ملكك انت اللي تلاقيه كله حلالك بلغة الناس لا راح لصاحب الأرض وقال له يا أخي لقد اشتريت منك الأرض فوجدت فيها جرة من الذهب فلعلها يعني بتاعتك قالوا لا والله ليست ملكي قالوا طب خلاص حتى لو ما كدش ملكك اتفضلها برضو خدها فقالوا لا انا بعت لك الأرض بما فيها التاني قالوا لا انا اشتريت منك الأرض ولم اشتري منك الجرة سبحان الله ففضلهم الاثنين يعني يتناوشوا مع بعض ويتداولوا مع بعض الكلام زعلانين من بعض مش عشان هات لكن علشان خد كل واحد بيقول للتاني خد زعلوا من بعض عشان كلمة خد مش عشان كلمة هات سبحان الملك فالاثنين أول ما لقوا بقى الموضوع بقى احتدم بقوا وده زعلانين دا بقوله لا انت اخد جرة دا بقوله لا انت اللي خدها قالوا خلاص نتحكم اليه الى القضي فرحوا للقضي وبيرتحكم ما بينه إيه رأيك أنا اشتريت من راجل دا الجرة دي هو الراجل دا يعني اشتريت من رجل الأرض ديت فالقيت فيها جرة الذهب حبيت أدهلو ماردش ياخدها وعايز ادهن أنا فإيه رأيك حكم ما بيننا فالراجل تعجب القضي قاعد وده أغرب قرار أو أغرب قصة وردت على قادي على وجه الأرض تعال يا قادي وتفرج على اللي بيحصل النهاردة بين بعض المسلمين اللي وكلين حقوق بعض اللي بينصبوا على بعض اللي بيحتالوا بأي طريقة علشان يحرموا أريبهم من المراس وبيحرموا أريبهم من فلسهم ومن حقوقهم تعال تفرج النهاردة مش بيتنوش وبيعملوا مشاكل علشان خاطر خد لكن علشان خاطر هاد فسبحان الله فالقادي تعجب وتبسم وقال هل عندكم الأولاد قالوا أجل واحد فهم قالوا أنا عندي غلام ما شاء الله كبير والتاني قالوا أنا عندي جارية برضو بنت كبيرة قالوا خلاص زوج الغلام للجارية وأنفقه من تلك الجرة على كل إيه على كل العائلتين سبحان الله كان دي ثمرة جميلة جدا فكان صاحب الجرة دي كان ليه قصر جميل جدا في كوكب الورع بفضل الله سبحانه وتعالى ثاني واحد كان ليه قصر جميل جدا جدا طبعا كان الإمام العلم الكبير الصحابي الجليل أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه أبو بكر الصديق بالحديث الدولاء البخاري كان ليه قصة جميلة جدا نحكيه لكم بسرعة بس بعد ما نصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم كان أبو بكر كان عنده غلام عبد عنده كان عنده غلام الغلام ده كان بيروح يشتغل كل يوم ويأتي بالخراج بالمال ويروح يدي أبو بكر يعني الطعام أو غير ذلك فالمهم في يوم من الأيام كان طبعا كل يوم بيجيب له الأكل فأبو بكر يسأله كل يوم يقول له من أين أتيت بهذا الطعام يقول له يا أبو بكر والله أو يا سيدي رحت اشتغلته وحتطبته وعملته باعت الخشب فجيت بالأكل تمام حلال في اليوم التاني عملت كذا فكل يوم يسأله في يوم مرة واحدة جماعة نسي أبو بكر رضي الله عنه ورضاء يسأل الغلام فالغلام حط الأكل قدام أبي بكر فأبو بكر رضي الله عنه ورضاء رح باكل كلا دي لقمة واحدة مكلش بقى رغفين ثلاثة أولا لقمة واحدة فأكل لقمة فالغلام استغرب فقال يا سيدي كنت تسألني كل يوم من أين أتيت بهذا الطعام واليوم لم تسألني قال أجل من أين أتيت حط الرغيم بأكيد قال له من أين أتيت بالطعام قال يا سيدي كنت تكهنت لقوم من في الجاهلية قبل أن أسلم يعني طبعا الكهنة حرام وأجل الكاهن حرام حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كنت تكهنت في الجاهلية لأناس وما أحسن الكهنة يعني الكهنة أصلا حرام وهو كمما كانش بيحسن الكهنة يعني كان بينصم عليهم قال فلقيتهم اليوم فأعطوني هذا المال فجئتك منهم الطعام فأخذ أبو بكر رضي الله عنه ورضاه ووضع أصبعه في فمه يريد أن يتقيق مفيش يعني المجادر يتقيق إن هي لقمة واحدة ويروه يا خليفة رسول الله يعني رفقا بنفسك فقال والله لو لم تخرج إلا ومعها روحي لأخرجتها وفضل يتقيق لحد ما أخرج هذه اللقمة وقال أما علمتم أما علمتم أن العبد لا يرفع له دعاء أربعين يوما أربعين يوما إذا أكل لقمة من الحرام ده كان موقف جليل جدا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه هدية لكل من لم يتورع عن أكل الحرام ناس مش عايز أقول فعلا في ناس فعلا بكل أسف لا تتورع أبدا عن أكل الحرام ما تفرقش معاه حلال والله حرام إيه المهم؟ وده اللي نبقى لعنه كما عند البخاري يأتي على الناس زمان والله يا رسول الله بأبي أنت وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم كأنه شايفنا وشايف حال الأمة من وراء زجاج شفاف قال لا يأتي زمان سيأتي زمان على أمتي لا يبالي فيه المرء من أين أخذ المال أمن حلال أمن حرام مش فرق معاه ربنا عافينا عافيك يا رب العالمين أخوي وحبيبي كان الأصر الثالث الجميل اللي موجود في كوكب الورع كان لأمير المؤمنين فاروق الأمة الأكبر عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورده وكان فيه قصة غريبة جدا عمر بن الخطاب أمير المؤمنين بيحكم ستة وعشرين دولة في يوم الأيام ابنه عبد الله بن عمر راح من خالص ماله الحلال اشترى بعض القبل اللي هي هزيلة جدا جدا كده وشكلها يعني تعبان ورحوا أخذها وطلع بها على الأماكن المراعي وبدأ يأكلها ويشربها حد ما سمنت ما شاء الله واتمالت لحم وراح السوق عشان يبعها وهو راح يبعها كان فيه دخول الوقت ده دخول أمير المؤمنين عمال بيطمئن على حوال الرعية فبص لها قبل ما شاء الله متينة كده ومليانة لحم فقال إبل من هذين قالوا إبل عبد الله ابن عمر ابن خطاب فقال بخن بخن يا ابن عمر ورحم ناد عليه قال تعالى يا عبد الله من أين أتيت بهذا قال يا أبتاء أو يا أمير المؤمنين اشتريت إبلا أنضاء يعني هزيلة فسمنتها في المراعي قال أجل نعم عمر الخطاب بيقول له أجل دخلت بالإبل في المراعي فقال الناس اسقوا إبل ابن أمير المؤمنين وأطعموا إبل ابن أمير يعني هيجملوك طبعا على حساب الإبل التانية بتاعت الناس البسطاء ثم قال يا عبد الله ابن عمر خذ رأس مالك بيع هذه الإبل وخذ رأس مالك وضع بقية المال في بيت مال المسلمين ولا تعود إلى هذا يا سبحان الله يعني مش من حق يا عبد الله ابن عمر بمناسبة أنه ابن أمير المؤمنين أنه يعيش زيه زي أي واحد من الرعية ويتاجر ويبيع ويشتري ويعيش هو بيعتبر أنه دوت في تعدي ليه؟ لأنه بيقول أكيد هيجملوك ويأكلوها ويشربوها ويسمنوها لأنها الإبل بتاعت ابن أمير المؤمنين فخاف سيدنا عمر أن يكون السمنة اللي حصلت للإبل ديت جاءت مجاملة على حساب ضعاف المسلمين فقال له بيعها وخذ رأس مالك وضع باقي المال في بيت مال المسلمين عمر بن خطاب اللي في يوم من الأيام هو أمير المؤمنين يا جماعة راح عشان يحج صرف في الحج رايح جاي يعني تخيل من مدينة إلى مكة ومن مكة إلى مدينة تمانين درهم تمانين درهم مش تمانين دينار تمانين درهم فقال ما أخلقنا أن نكون قد أصرفنا في مال الله جل وعلا إيه ده والله أنا خاف أن يكون إحنا فعلا أصرفنا وصرفنا كتير يعني تخيل الواحد راح يحج يدفع مثلا يعني مثلا متين جنين understands وهو رجع بيقول والله الع العظيم أنا خاف أكون افتريت وصرفت كتير عمر بن خطاب يامن كده بيقول ما أصرفنا أو ما أخلقنا أن نكون قد أصرفنا في مال الله عز وجل في يوم من الآيام يمرض يمرض سيدنا عمر الخطاب وأمير المؤمنين اللي لازم يكون صحته زي الفل عشان يقدر يحكم ويقدر يشوف أحوال الرعية ويقدر يشوف مصالح المسلمين يمرض فيصف له الطبيب العسل قال له علاجك ان انت تشرب عسل أمير المؤمنين ما عندش في بيته عسل لكن كان فيه عكة من عسل برطمان عسل أو زلعة فيها عسل موجودة في بيت مال المسلمين يطلع عمر الخطاب على المنبر وينادي على الناس ويقول لقد أشار علي الطبيب بأن أتناول العسل وفناك عكة من عسل في بيت مال المسلمين فإن أذنتم لي أن آخذها وإلا فهي علي حرام عمرك تخيلت حاجة زي كده والله العظيم يا جماعة فوق الخير تعالى حكي لك قصة جميلة جدا برضه لواحد برضه كان ليه أصر الإمام الزجاج الإمام الزجاج رحمه الله رحمة الوسع في يوم الأيام خارج من بيته كان بقاله ثلاثة أيام وده اليوم الرابع مكلش ولا لقمة وما فيش في جيبه دينار دينار واحد عشان يأكل ويعيش زي الناس ما عايش خارج لبيت الله الحرام قال عايش في مكة فهو خارج بدأ يسأل المولى عز وجل يقول يا رب يا رب يا رب يا رب يسل لي من يطعمني فإني لا أحب أن أسأل أحدا يا رب أنا مش عايز أسأل حد أنا مش عايز أطلب من حد فلوس يا رب مش عايز أزلي نفسي يا رب غليك يا رب يصلي يا رب الطعام بقى لي أربعة يام مكلتش وهو في الحرم داخل يصلي ويطوف فجأة لقى عقد العقد ده كان غالي جدا جدا فرح واخد العقد ورح شايله بفيته ورجعتان الحرم يبحث عن صاحب العقد فوجد رجلا ينادي من وجد عقدا صفته كذا وكذا سأعطيه خمسمائة دينار فرح منادي على رجل قال للعقد بتاعك مواصفاته إيه قال لمواصفاته كذا ولونه كذا ومحتوط في كيس لونه كذا والعقد ده وتعادت حباته كذا فذهب به إلى البيت وفعلا رح مراجع كل المواصفات الأهم مواصفات هي هي بفضل الله سبحانه وتعالى فرح مدير العقد وإذا بالرجل يخرج له خمسمائة دينار فالإمام الزجاج فكر كذا وقال له لا يا أخي إنه لا ينبغي أن أخذ منك ثمنا على ذلك أبدا إني فعلت هذا الأمر ابتغاء مرضات الله فليكن هذا الأمر ابتغاء مرضات الله قال له يا أخي والله خذ هذا المال يعني ببنية صافية والله لا أريد شيئا يعني أنا أنا بده لك بسماحة نفس قال له لا والله لا أريد شيئا قال وبيته طاويا ما أكلته شيئا حد ما جاء له جار لي بعد كده يعني وحس بالأزمة اللي هو فيها وأطعمه الإمام الزجاج شوف الكصة العجيبة بيقول في يوم الأيام كنت رايح مسافر من بلد لبلد أبحث عن عمل خلاص ضاقت بي أرض مكة رحت بقى من المكان بقى وريب من جدة كده ركب سفينة ويعني حبي يروح مكان تاني علشان يعني يلتمس لك ما تعيش طيبا يقدر ربنا سبحانه وتعالى أن السفينة تغرأ وكل من معه يموت ولم يبقى إلا الإمام الزجاج تعلق بلوح خشب حد ما وصل لجزيرة من الجزر فنزل فلما نزل هناك دخل على ناس أهل قرية فعرفوا أنه رجل غريب فأكرموه وجبوله وإلبسه وأكلوه وشربوه وسألوه من أين أنت قال أنا من أهل مكة فقال له سبحان الله هل تحفظ شيئا من القرآن قال أحفظ القرآن كله وأقرأ القرآن وأكتبه بفضل الله سبحانه وتعالى قال له طيب ده إمام المسجد بتاعنا مات فتعالى أنت لشوف يعني نجرب ونسمع صوتك وجاء فدخلوه للإمامة دخل فسمعوا صوتا جميلا ما شاء الله ويعني ما شاء الله عنده إتقان في قراءة القرآن قال له بس بأنت الإمام بتاعنا آه طيب قعد معهم ثلاث أربع شهور بدأوا بقى إيه يبعتوا له أولادهم يحفظوا من القرآن ويعلمهم اللغة العربية ويعلمهم الكتاب والسنة وفرحوا بيه جدا وأنسوا بيه جدا فلما زفوه عليها نظر في صدرها في ليلة البناء طبعا كانت موجودة في وسط المحالم بتاعها فنظر في صدرها فوجد العقد اللي هو لقاه في الحرم فاستغرب قال سبحان الله ما هذا العقد قالوا له يا إمام انت كسرت بخاطر البناء يعني بدل ما ببصي له هي عمال ببصر العقد قال لهم لا العقد ده لي قصة حقيبة جدا عندي قالوا له ايه القصة قال لهم كنت في الحرم في يوم الائم لقيت العقد ده ولقيت رجل بينادي وبيقول هدي خمسمائة دينار للليلاء العقد ده فنديت العقد ورفضت أن أخذ مالا فترى هو ده العقد فكبر الناس وهللوا لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر قال لهم خير يا جماعة في ايه قالوا لا سيدي الرجل اللي لقى العقد ده اللي انت ديته العقد ده هو إمام المسجد وهو أبو البنت ديت ولما اندت ديته العقد ورجع البلد ديت قال لهم والله لقد وجدت رجلا طقيا والله ما رأيت أتقى لله منه والله نذر علي لله إن وجدت هذا الرجل لأزوج أنه ابنتي فمات الرجل قبل أديراك ويقدر المولى عز وجل أنت تركب السفينة وتطلع لحد ما توصل عندنا وتبقى إمام المسجد وانجوزك من نفس البنت اللي أبوها كان بيتمنى ان هو يجوزها لك قال فعيشت معها بأنعم عيشة وأنجبت لي ولدين كالفهدين أو كالقمرين سبحان الله وعشت أنا وزوجتي وولادي الاثنين لحد ما ماتت زوجتي وورثت العقد أنا وأولادي وبعت العقد حتى أنفق على أولادي ومات ولدي من الولادي الاثنين كمان باتوا وأنا ما زلت أنفق يعني من هذا المال الذي يعني أخسته من مال هذا العقد قال حتى نفد ما في العقد أو نفد المال الذي بعت به العقد وما بقي إلا الدرهمان وهما معي الآن يعني من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه أخوي وحبيبي الإنسان يكون عنده ورع لكن كان أعظم قصر في الكوكب ده كان عادة هو قصر الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم صاحب أعظم قصر في كل كوكب بأبي هو أمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم كان يتورع عن أي شيء أي شيء فيه مش شبهة فيه ذرة شبهة كان يتورع عنها قال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري المسلم إني لأنقلب إلى أهلي لما برجع بيتي فأجدوا طمرة ساقطة على فراشي فأرفعها لأكلها قل بالك ثم أخشى أن تكون من طمر الصدقة فألقيها مرة ثانية حبيبنا صلى الله عليه وسلم تعال نشوف إزاي النبي كان بيعلم الأمة الورع أن أنت تتورع عن أكل الحرام أن أنت تتورع عن سؤال الناس أن أنت تتورع أن أنت تاخد مال ما هواش من حقك أن أنت تتورع عن أن أنت في يوم الأيام تدخل جوفك أو جوف أولادك أو زوجتك لقم من الحرام قال صلى الله عليه وسلم فضل العلم أحب إلي من فضل العبادة وخير دينكم الورع عن الحسن بن علي كما عند التلميزي بسنة صحيح قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فإن الصدقة مقنينة وإن الكذب بريبة الله أكبر أحيانا الإنسان بيروح يقول للمفتي أو لشيخ من المشايخ أنا عملت كذا حطت في نسف البنك الفلاني عملت الصفقة الفلانية يا طرى دي حلال ولا حرام كن أن أنت بتسأل أنت الآن انت الان وإلا لو كان اللي عمل ده حلال صرف لا يمكن أبدا تسأل اللي شغال في بنك بيروح يسأل هو شغل البنك حلال ولا حرام اللي شغال في التأمينات بيسأل هو شغل التأمينات حلال ولا حرام انت لو كنت شغال في مطعم بيقدم لقمة حلال كنت سألت طبعا لا يمكن تسأل لكن بتسأل ان انت حاسس من جواك ان في ريبة ان في شبهة ربنا يرزقنا لكم الحلال الطيب عن النواسي بن سامعان كما عند مسلم سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم فقال البر حصن الخلق والإثم ما حاك في صدرك وكرهت ان يطلع عليه الناس قال صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد بسند صحيح والذي نفسي بيده لان يأخذ احدكم حبله فيذهب الى الجبل فيحتطب فيبيع ويشتري ويتصدق خير له من ان يسأل الناس اعطوه او منعوه ولان يأخذ طرابا فيجعله في فيه اي في فمي خير له من ان يجعل في فيه ما حرم الله عز وجل عليهم قال صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد ايضا بسند صحيح أعمال بسرد لك الحديث تدل على ان النبي بيحضك على العفة ان انت تكون انسان عفيف ما تجريش وراء بطنك ما تجريش وراء لقم حرام ربني ارزقني وإياكم الحلال الطيب قال صلى الله عليه وسلم اربع اذا كنا فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا ولا يهمك لو فاتتك الدنيا كلها كفاية عليك الاربع قال ايه هما يا رسول الله قال حفز امانة وصدق حديث وحصن خليقة وعفة في طعمة الله اكبر اعيدهم تاني حفز امانة وصدق حديث وحصن خليقة وعفة في طعمة كما قال صلى الله عليه وسلم حديث البخارية مسلم اني نبي صلى الله عليه وسلم قال ايه الحلال بيّن واضح واضح مش بحتاج تسأل عنه والحرام بيّن برضو واضح لكن بينهم ايه امور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس لكن طالما في شبهة قال فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى اشتركوا في القناة